من سكرة أريج مساء النور مساء النور برهين تحية لك وليكيف حضرك الكرام وليكيف مشاهدي قناة حنبال نحن موجودين من داخل عطار في منطقة سكرة بش نفهموا ان المواطنين يحكيوا على أزمة أو نقص في أهم المواد الغذائية نحكيوا على حليب على السكر على الروز على القهوة شكون يقول لك زيدة فهم نقص حتى في بعض أنواع المقرونة نحن مشكور جدا مستقبلنا اليوم مساء النور سي مصطفى هو صاحب عطار موجود هنا هو اللي بشي يعطينا فكرة على شنوى المواد اللي ناقصة بالضبط هل نساق تزاود متاحهم عادي أو شنوى اللي تفقد بالضبط مساء النور سي مصطفى مساء الخير لو كانت تعطينا فكرة نحن نحكيه والمواطنين يحكيه على أنهم فيقدين مجموعة من أهم المواد الغذائية نحكيه كما قاتلك على حليب السكر الروز شنوى المواد اللي نحكيه فيها بالحق على أزمة وعندكم نقص في التزاود منه كما ذكرت لحليب فرينا روز ما عدي اللي ياخذوا فيه من عطار لو كانت تحكيه لنا شوية على نساق التزاود شنوى اللي يتبدل شنوى اللي ينقص بشوالينا نحكيه على نقص في المواد الغذائية عندكم انتوما كعطارة يعني السكر شنوى اللي يتبدل لحليب قديش كنتوا تيخذوا كستوك وعليش نقص السكر قبل كان موجود اخو في اي وقت طوام منهار في الجمعة وشوف في الزهر يخلط وممكن ما يخلطش ما يخوز جمعة يبقى جمعتين ثلاثة ما فاماش مثلا السكر الفارينة كيف 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 الكمية ناقصة مش مش مخصوصة جملة ما ناقص الخبز كيف كيف يجي سباح يعني مش موجود نهار كامل اللي حليب موجود كيمة نقص المشكلة في النقص يعني اللي حليب قدش كنتوا تتزاودوا وقدش وليتوا تتزاودوا نعرف انو هبطولكم كل نهار سبت مرة في الجمعة ما بلسك اشتر الكمية يعني قولوا كنتوا تيخذوا في خمسين ستيكا ولا وعشرين ثلاثين عشرين كيك كل نهار أربعين ساعات يعني ناقص على العدوة كو إنما موجود يعني جي مرة في الجمعة ماذا وإن شاء الله يتوفر كل شيء كل عاد وكو شكرا ليكسي مصطفى كانت هذه الصورة ووضعية السلاعة الموجودة لهني بورهين في واحد ملعتارة فيما يخص نقص كمية أهم المواد الغذائية بالنسبة لمواطنة تونسي واضح اللي هو يبدو أن الكلمة هي نورة